موسيقى نهار دا معنا فقرات كالعادة متنوعة هنبدأها مع فقرة الصحافة وصحف الأستاذ أشف البرباري من جريد الشروب وكمان هيكون معنا الكاتبة غادة أدري وهي كاتبة ومجموعة قصصية المختاربة هنعرف طبعا عن المجموعة القصصية اللي بكتبها الكاتبة غادة أدري في فقرتنا معها وكمان هيكون معنا فقرة خاصة جدا عن تجربة يعني متوقع أنها هيكون لها صدى مختلف نهار دا هنتكلم عن جعل منطقة أو مدينة برج العرب المدينة الشهيرة اللي طبعا تقع غرب الإسكندرية هيكون الكلام على تحولها إلى مدينة صديقة للبيئة يعني إيه وإيه الموضوع دوت وده هيأثر علينا إحنا إزاي واقتصاديا ده هيكون ليه عائد ولا لأ وإهمية المشروع ده أساسا ده اللي هعرفه من خلال فقرة خاصة جدا تماما الأحداث اللي بنعاشة كل يوم من أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأزمات طائفية ودائما بنحب نعرف وبنعرض على سيداتكم وكل وجهات النظر والأطراف المعارضة والأطراف اليمانية زي ما بيقولوا نهار دا معنا طائفة مش قليلة وهي طائفة كبيرة جدا عددا ومقاما وهما السوفيين ومعنا الشيخ الدكتور علاء أبو العزيم شيخ الطريقة العزامية وشيخ مشايخ الطرق السوفية سابقا مياه النيل هو الشغل الشاغل لأن مياه النيل أو المياه هي حياتنا هي حياة المصريين كلام كتير جدا كان من قبل حتى الثورة والحد الوقت عن السد الجديد اللي في أثيوبيا وعلاقتنا بأفريقيا وعلاقتنا بحوض أو دول حوض النيل بشكل عام السودان والاتفاقات اللي بتجريها وغيرها من المشاكل اللي في الآخر كانت بتقول أن حصتنا أو حصة مصر من مياه النيل ممكن تقل بشكل كبير جدا وده ممكن يؤثر مش بس على التداول اليومي للمياه ولكن أيضا على الزراعات وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام نظر من الاعتماد مصر بشكل أساسي على مجاه النيل طيب أيه الموضوع وإحنا وصلنا لإيه في هذا الملف حيكون معنا فكرة خاصة جدا على هذا الموضوع تابعونا نبدأ على طول معيك وفكرة الصحافة وهتكون مع الشريف تابعونا ونهاركم سعيد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة س prise